اشتركوا في القناة ويكون بصورة المكاشفة والصدق ويمكن كانت المجاملة هي أحد أسباب تدهور البلد في السنوات اللي فاتت ولا يمكن أن نتحدث رداً على الخطاب الأميري بدون لا أبدي في قرار سموة للعهد بمسألة وقف التعيينات وما ترتب عليها من شلل كامل لجميع مؤسسات الدولة لمدة ثلاث شهور هذا القرار اللي يشبع بحث وحديث كون هذا القرار تم مناقشته من الناحية الدستورية اليوم نتكلم عن هذا القرار اللي ترتب عليه ضرر مباشر لشباب وشابات الشعب الكويتي هذا القرار مع الأسف تم تسويقة بأن هذا القرار يجب أن يكون تحت مضمون السمع والطاعة السمع والطاعة على عيني وعلى راسي وإحنا دائماً عندنا خط أحمر لا يمكن أن نتجاوزه لكن رسالتي لإخواني في مجلس الوزراء لا توصلون الناس لمرحلة يستصعب عليهم مسألة السمع والطاعة أنا أوقف اليوم وأدافع عن الشعب الكويتي عن هذول الشباب اللي مقادرين يتوظفون كأن المجلس هو المسؤول الوحيد عن الدفاع عن الشعب الكويتي وكأن الحكومة معزولة عن مسألة الدفاع المفروض اليوم تتسابق ويانا الحكومة للدفاع عن الشعب الكويتي أنتوا المسؤولين لا وتكونون أكثر مننا حرص على الشعب الكويتي نحن دورنا التشريعي والرقابي مهم لكن الحكومة من تهيمن على مؤسسات الدولة ومصالح الناس أنتوا اليوم تقعدون جدامنا كان يفترض فيكم من أول يوم قسم تروحون وتجتمعون مع سموه الأمير وتبينون لأضرار هذا القرار هذا القرار اللي قال سموه الأمير في خطابه لمنع القياديين ومحاربة الفساد في المناصب القيادية اللي تضرر منه الشاب والشاب الكويتية اللي ينطر وظيفة سنة وسنة ونص ولا تقولون ترى عادي شنو الثلاثة شهور ينطرون بدون راتب وانتوا يوم واحد لو يتأخر رواتبكم لا تقومون مؤسسات الدولة ما تقعدون في بعض الوزراء ما كانوا يقبلون يدخلون مجلس الوزراء إلا لما يعطونهم استثناء وفق نص المادة 80 كم وزير ما أخذ راتب استثنائي هذا الكلام اللي المفروض نكون واضحين وهذا عتبي على الأخوان في الحكومة أنت اليوم إذا ما قدرت تروح وتقنع القيادة السياسية بأن أنت كفيل بالدفاع عن مؤسستك وأن أنت تضمن أن ما يدخل ويتوظف إلا صاحب الحق فأنت ما تستحق تكون في هذا المكان وهذا العتب على مستشارين سمو الأمير وعلى مجلس الوزراء اللي يقبل كل يوم ويسوي نفسه مو شايف فروا كراسيكم وشوفوا الشعب الكويتي اللي وراكم قاعد ويتألم هذا العلم المفروض أنتوا تستشعرون فيه وتقاتلون مثل ما إحنا في كل جلسة قاعد ننبه وانتكلم ونقول مو نائب ولا اثنين ولا ثلاثة ولا عشرة تنطرون النواب في كل جلسة يتكلمون عن قرار سمو الأمير تبون كل جلسة إحنا قاعد نتناقش في هذه المسألة أبسط حقوق الناس مقادرين يأخذونهم وظيفة الناس قبل كانت الطالب بالرفاهية اليوم أبسط حقوقهم يبون وظيفة مقادرين تدلون شم واحد كان يفترض أنه موظف ويستلم راتب ليه اليوم يأخذ راتب من أبوه عمره 25 و 30 سنة هذا المفروض تستشعرونه تتكلمون عن قرار وقف التعيين إذا ما أنت وزره شون يتو مو هذا مرسوم تعيينكم على أي أساس أنتم اليوم قاعدين جدامنا من تخالفتوا بهذه الطريقة مرسوم سمو الأمير مكاتبكم اللي قاعد يتعينون فيها أهلكم عادي يتوظفون ويأخذون رواتب وأهل الشعب الكويتي يقعد وينطر ويأخذ راتب من أبوه يحولها كل شهر بالوقت اللي كان المفروض هو قاعد يبني مستقبله ويمشي في طريجة ينطر ثلاث شهور قابل للتمديد وبعدين شنو المطلوب شنو مطلوب مني اليوم أنا عضو مجلس أمه أتناقش مع قرار تنفيذي اليوم الحكومة مقادرة تدافع عنه أبسط شيء تقعد مع سمو الأمير وتقنعه وتقول أن المتضرر الحقيقي لهذا القرار هو شباب ما لهم ذنب في هذه المعادلة السياسية وهذا الصراع السياسي وحتى القيادين وتروحون وتقنعونا بأن القيادين لأننا نحن قاعد نعاني من مشكلة القيادين وتروحون وتقنعونا وتعطونا الضمانات ونحن ندعمكم في هذه الضمانات نحن لا نقبل أن لدينا قيادي متجاوز وبرشوت ولا نقبل أن حتى موظف صغير يأخذ حق واحد ثاني موجود هذا كلنا نتبقين وياكم فيه لكن هذا شون تم معالجته وانت اليوم المسؤول عن مؤسستك وانت اليوم الشخص المعني بشكل مباشر أن أنت تحط هذه الضمانات وتعين الشباب دكتور شنو ذنبه هذا شنو متجاوز دكتور ياي يفترض أن هذا ما يمر على عالية التوظيف العادية يروح يأخذ كتاب يروح وزارة الصحة يتعين ثاني يوم هذا قاعد في بيتهم ثلاثة شهور تحرم مستشفياتنا من أطب كويتيين لأن قرار سمو لمير لأن الحكومة مقدرة تقاتل والدافع وتوصل وأنا على قناعة كاملة أن سمو الأمير مستحيل كان رح يقبل لو وصلت للصورة كاملة لو قدرت توصلوا للصورة الصحيحة لأن الخطابة كان واضح قال بأن أنا لا أقبل بأن يتم التجاوز على مؤسسات الدولة هذا الكلام ما فيه عليه أي خلاف متفقين وياه جملة وتفصيل ويفترض أن أنتم تتفقون ويانا فيه جملة وتفصيل ويفترض أن أنتم تعرفون تحطون الآلية والدافعون عن مؤسسات من المعنى اليوم مونتو الوزراء اليوم الحين هذا الشاب الصغير اللي ياه يبتوظر وينطر دوره سنة سنتين أي إن كان إن شاء الله يوم واحد هذا حقه على الدولة هذا ترمو مننا ولا فضل منكم هذا حقه على الدولة أنه لما يتخرج يلقى وظيفة محترمة يكفل فيها عيشة لكن مع الأسف ما شفنا هذا التحرك وأنا اليوم أتكلم بشكل مباشر وواضح على الحكومة أنه يدافع عن الشعب الكويتي على الحكومة أنه يتقاتل أن هذا القرار يجب أن يتم التعامل معاه بصورة دستورية سليمة ولا بالتالي ترى أنتوا اللي بالواجهة أنتوا اللي بويهنا أنتوا المعنيين أنتوا المسائلين قبل الله تساءلون من هذا المجلس تساءلون عند رب العالمين ثم الشعب الكويتي اللي عبر نوابة راي ساءلونكم أبنتقل للجزئية الثانية في الجلسة الماضية تقدمت الحكومة وطلبت تمديد 25 يوم لمناقشة برنامج عمل الحكومة وكذلك لمناقشة الخارطة التشريعية ومناقشة القوانين التي تم الاتفاق عليها مسبقاً مع الحكومة السابقة أنا أحد الأشخاص وأتشرف أن أنا أعطيت الحكومة المهلة اللي طلبتها 25 يوم لقناعتي الكاملة بأن مثل ما مهند الساير أعطى صباح الخالد وعطى أحمد النواف لا بد أن يعطي الأخ محمد صباح السالم لأننا لا نرىهم بعينين ونرى حكومة محمد صباح السالم بعين وحده لا ولأننا لدينا شواهد كافية لأننا نقول بأن هذه الحكومة حياة التي تعمل وأنا أقول لكم الشواهد اللي خلتني أروح إلى هذا التوجه وأقول للـ 25 يوم إن شاء الله أنها كفيلة تكون محل توافق وينعم فيها الشعب الكويتي بما يكتب له سواء داخل المجلس وبرر المجلس من قرارات حكومية من رفاهية ومن غيرها من توافق لأننا نحن على قناعة بأن التوافق هو من يحقق الصالح العام فأنا كنت أقول بأن الأخ محمد صباح السالم لو كان يبيتعنت في الوقت ما شكل حكومته بسبوعين وهذه لا بد هذه يعني هذه تذكر وتشكر الحكومة ورئيس الحكومة على هذا التجاوب السريع وتطبيق صحيح الدستور في مسألة التشكيل لمدة أسبوعين فهذا كان الشاهد الأول التزام الحكومة ببرنامج عمل وإن كان عندنا ملاحظات فنية ورح نأتي فيها إذا قدر لجلسة الغد إن شاء الله مناقشة برنامج الحكومة أنا عندي ملاحظات فنية على برنامج عمل الحكومة فبالتالي هذه المسألة أعطتنا شواهد بأن هذه الحكومة إن شاء الله يأتي لكن بالنظر ببرنامج عمل الحكومة أنا أحد الأشخاص اللي تفاجأ بأن الخطاب الأميري وخطابات الأخ رئيس الوزراء وحتى الأخ رئيس الوزراء السابق دائماً كانت يعني هنا اختلفت القيادة السياسية لكن كان هناك تأكيد بأن رفاهية الناس هي محل يعني اتفاق وحتى الأخ محمد صباح السالم اللي يشكر كذلك على مؤتمر الصحفي اللي معهدنا رئيس حكومة اسبقه وتكلم بهذه الجراء وبهذه الوعود كانت يفترض أن تترجم في هذا البرنامج أخواني في الحكومة بعد 25 يوم لما عطيناكم هذه المهلة كانوا يفترض لما تتكلمون داخل برنامج عمل الحكومة عن الدولة الريعية كنتوا تتكلمون عن الأسباب الهدر اللي موجود في هذه الدولة الريعية يعني على سبيل المثال المادة 80 من قانون التأمينات وهو الرواتب الاستثنائية لماذا تحسون أننا بس نحن المفروض اللي ندافع عنها لماذا تحسون أن هذا البيرك بس يرفع نائب واثنين وثلاثة وعشر وعشرين هذه مو أسباب هدر مو مليارات اندفعت فأنت لما تتكلم عن أسباب هدر يفترض أن أنت تي وتقول في برنامج عملك أنا راح أسكر كل أبواب الهدر اللي موجودة وبالمقابل كان يفترض أن أنت تتضمن أو يتضمن برنامج عملك رفاهية الناس تبتييني بعد 25 يوم تنفض يدك وتتوقع أن أنا بعد بقول لحكومة زينة وتستاهل مزيد من الوقت لهذا الكلام مصحيح وتأكده وأنا أقول لما كنت انتظر من الحكومة التعهدات الواضحة بزيادة رفاهية الناس وزيادة معيشة الناس وأنا أقول لكم يبقوا بقرار ما نحتاج أصلاً اليوم المجلس يقول لكم يبقوا بقرار وخلينا نحسب حق القيادة السياسية خلينا نحسب حق الحكومة خلينا نحسب حق أي واحد وليس مهمين حسب على المجلس لأن لما تحقق هذا الصالح العام ويستفيد الشعب الكويتي نحن قاعد نستفيد مصلحة الشعب الكويتي أهم من مصلحة سمعة مجلس ولا كرسي ولا انتخابات فأنا قاعد نقول لكم أنتوا يبقوا القرار أنتوا يبقوا زيادة الزيادة المتفق عليها والمعقولة واللي يستحقها الشعب الكويتي واللي يستحقونها الأشخاص اللي المفروض أنهما يستفيدون من الزيادة أنا قاعد أقول لكم لا تعطونه كلب اللي رواتبة عالية خمسة آلاف وستة آلاف دينار لا تعطي زيادة ماذا أكثر من ذلك؟ سهل هي وقول لك يالله أريد أن أزيد الناس كلها أعطي أربعمائة دينار خمسمائة دينار ووزع فلوس البلد لا نحن قاعد نقول ذلك وعندنا الشجاعة أن نقول للغير مستحق ونقول لأبويها ونقول لأن هذا ليس مستحق ولا تعطونه وصارت مبهلة للمجلس صارت بثنين وعشرين وصارت بعشرين فيفترض فيكم اليوم تكونون أكثر جدية في رفاهية النص لا تيب لي برنامج عمل تتكلم لي ضرائب ودعوم وكلام إنشائي ما رح يمشي ترى عندنا جلسة خمسة ثلاثة وترى مثل ما إحنا سعينا أن نتأخذ الحكومة خمسة وعشرين يوم أنا أتعهد بأننا رح نسعى نكون كتلة ما تقعد الحكومة هذه يوم واحد في المجلس ترى لما تحاربون الناس تأكدون أن لا تتوقعون أن رح نقول لا خايفين على المجلس وخلي استمر المجلس وخلي نطوف لا 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 الحال مو خايفين احنا نتصمنا عشان نحل المجلس وحنا السنة أولى كنا في البرلمان فلا تتوقعون اليوم أن نتعهد للشعب الكويتي ونشيل بيرق الإصلاح ورفاهية الناس وني وقت الجد وانتراجع بسبة والله ما نبي صدام مع الحكومة لا ترى ما يخوفنا الصدام مع الحكومة أبدا ولا هو حاجز لكن والله بالله ما نتمنى لأننا ندري أن الصدام بدون حق اللي رح يدفع ثمنه المواطن وإحنا والله عندنا أمانة لا يمكننا نتراجع عنه الوقت يعني مع الأسف مام يعني ما كفة لكن يعني أبو أوجه رسالة أخيرة لأخواني أعضاء الحكومة وعضاء المجلس الناس وإحنا تعبنا من الصراع الصراع اللي قاعد يصير داخل قبة عبدالله السالم ترى اللي قاعد يدفعون ثمنه هو الشعب الكويتي هذا الصراع اللي خلى الناس مع الأسف تفقد ثقتها في كل مؤسسات الدولة هذا الصراع اللي يسبب بشكل مباشر لتراجع مؤسسات الدولة يفترض أننا اليوم موجودين هنا لنقدم شيء حقيقي للناس عندنا مجموعة قوانين ممكن تنقل الكويت من دولة متراجعة إلى دولة إصلاحية وراح أتكلم إذا كتب لي يعني الله سبحانه وتعالى في الجلسات القادمة شكراً لكم شكراً لكم